بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله طيبين طاهرين وصلنا بكم أعزائي إلى اليوم الثاني عشر والامتحان الثاني من أسئلة التكامل ومثل ما اتفقناه تكامل غير محدد ولكن للدوال المثلثية إذن هنا تشوف هذا الطائر شلون لابسي هنا بدلة التخرج إن شاء الله أنت تلبس هذه البدلة مثله إذن السؤال الأول أعزائي تكامل ساين ثلاثة أكز زائد خمسة الفرع ألف والفرع با تكامل جذر أكز زائد أكز يكن تربيع أكز تربيع إن شاء الله يكون هنا سهل إذن هذا ما يخص السؤال الأول السؤال الثاني أولادي إذن تكامل ساين أكز ناقص كوساين أكز السبعة في كوساين أكز زائد ساين أكز واثنيا تكامل كوسيكنت أكز كوتان أكز ناقص واحد لكل تربيع دي أكز والسؤال الثالث أولادي تكامل ستة أكز كوساين أربعة ثلاثة أكز دي أكز لنشوف هنا الزاوية ستة أكز وهنا ثلاثة أكز هنا زاوية ستة أكز وهنا أيضا ثلاثة أكز شوفوا شو رح تستفيد من عدها السؤال الرابع أولادي تكاملات مربعات الدوال المثلثية واحد ناقص ثنيا ساين ثلاثة أكز لكل تربيع تكامل كوساين تكعيب 2xdx والسؤال الخامس والأخير تكامل جذر 1 ناقص ساين 2xdx تكامل جذر كوتان 2x على 1 ناقص كوساين تربيع 2x إذن الأسئلة إن شاء الله سهلة ثقتنا بكم عالية في تحقيق النجاح والتألق فاسعوا إلى ذلك إذن اذهبوا وهبوا إلى الإجابة عن أسئلة الامتحان وانتظروني ساعة بالعشرة إن شاء الله وسنعرض الأجوبة النموذجية لهذه الأسئلة وشن التغييرات المحتملة بالأسئلة إذن انتظرونا الساعة العاشرة